كيف كانت الحياة قبل أن يخترع أول منبهن عام 1787؟ في الحقيقة كان للناس طرقهم الخاصة للقيام بهذه المهام السيطرة على التبول كانت هذه هي إحدى الحيال الذكية التي استخدمت قديما للتحكم في النوم فقد اعتمد المحاربون القدامى في الأمريكيتين على مثاناتهم للقيام بمهمة إيقاظهم باكرا وتم ذلك عن طريق تحديد كمية المياه التي يشربونها قبل النوم والوقت الذي تستغرقه في العمليات الحيوية داخل الجسم إلى أن تتحول إلى صورة بول وتخزن في المثانة وصولا إلى ظهور الحاجة للتبول مع تكرار هذه التجربة توصل هؤلاء المحاربون إلى معرفة فرق التوقيت بين كمية مياه الشرب ونداء المثانة لإخراجها من الجسم وأصبحت هذه الطريقة تستخدم ليس فقط بين المحاربين بل بين سكان الأمريكيتين لفترة طويلة الساعة المائية تم استخدام الساعة المائية بواسطة أقدم الحضارات منذ آلاف السنين كان يتم توزيع مستويات معينة من المياه في هذه الآلة وبأسلوب ميكانيكي معين يتم نقل الماء من قارورة لأخرى بشكل منتظم وعند الوصول إلى المستوى المطلوب يتم ضرب إنذار التنبيه الشمع إحدى الأفكار البسيطة التي كان يعتمد عليها الناس في التحكم في مدة نومهم هي المنبه الشمع وفكرة عمله كانت بسيطة جدا تتم عن طريق تثبيت مجموعة من المسامير في شمع ووضعت فوق إناء أو حامل معدني وعندما تبدأ الشمعة في الذوبان تسقط المسامير على الإناء المعدني وتحدث صوتا كافيا لإيقاظ الشخص النائم بجوارها الموقظ كان الموقظ يتقاضى ما يقرب من ستة بنسات والجنيه الاسترليني يحوي على مئة بنس أسبوعيا من كل زبون وكان هذا الشخص يحمل عصا طويلة بآخرها عقدة دائرية مكتنزة يطرق بها على النوافذ في الصباح وفي حال كانت النافذة بعيدة أو في مكان عال كان الموقظ يستخدم حبات البازلاء الجافة ويقذفها نحو النوافذ اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر